أسأل عن الصور الفوتوغرافية في الأعراس والمناسبات مثل التخرج و ختم القرآن إذا خليناها ذكريات هل نتحاسب بعد الموت و نتعذب بالقبر بسببها أختي عم عبد المجيد من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لي التصوير الفوتوغرافي هذا هل هو يأخذ حكم التصوير المحرم الذي جاءت به النصوص أم لا قولان لأهل العلم قول يذهب إلى أن كل صورة ذات من ذوات الأرواح فهي محرمة و تدخل ضمن نصوص الوعيد الواردة في هذه المسألة و من أهل العلم قال بأن الصور الفوتوغرافية هذه هذه مجرد حبس للظل يعني هي ليس فيها عمل للإنسان عمل الكاميرا هذه قالوا ليس فيها عمل للإنسان و لذلك قالوا يجوز بشرط أن تكون مباحة في أصله يعني ما يكون تصوير لأشياء محرمة أو كشف عورات أو شيء من هذا القبيل يعني مثل ما ذكرت حفل تخرج و شيء من هذا القبيل لو عملها الإنسان و احتفظ بها و ما علقها مثلا يظهر لي بأنه لا بأس بذلك بارك الله فيك مع طبعا تأكيدي على أن الخروج من الخلاف مستحب دائما يقول علماء الخروج من الخلاف مستحب إذا أنت كاره لذلك اتركي هذا اتركي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك و إن أفتاك المفتون وأفتوك بارك الله فيك